كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين مساء الثلاثاء وفدا من هيئة الصحة بأبوظبي ترافقهم سعادة الدكتور مهاتيسير بركات مدير عام الهيئة ووفدا من شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة يرافقهم سعادة الدكتور محمد راشد الهملي رئيس مجلس إدارة الشركة وسعادة الدكتور مطر راشد الدرمكي رئيس التنفيذي للشركة ووفدا من مبادلة للرعاية الصحية يرافقهم سعادة وليد المجرب المهيري نائب رئيس التنفيذي ورئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة وتبدل سموه مع الوفود التهاني والتبركات بمناسبة شهر رمضان المبارك وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرقي والتطور وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات